الأسئلة الأكثر شيوعاً فيما أتعلق بموضوع ميرش باي أمازون الأسئلة اللي بتوصلني على الفيسبوك سواء كان البيج أو الماسنجر على الواتس أب بتيجي على الماسنجر بتاع يوديمي الكورس بتاعنا الأسئلة اللي بتيجي على الانستجرام كل الأسئلة اللي بتيجي أكثرها شيوعاً اللي بتتكرر هي دي اللي أنا أجاوب عنها في الفيديو ده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد والنهاردة 20 يناير تعالوا نتكلم مع بعض إيه هي أكثر الأسئلة التي تتكرر مراراً وتكراراً بتجينا على أكاديمية ميرش وقبل منسى خلوني أذكركم الشباب اللي بيشاهدوني الأول مرة وماشتركوش معانا على أكاديمية ميرش باي أمازون المجانية هي دي الصفحة بتاعتنا يريد يشتركوا معانا في فترة وجيزة جداً وصل عدد المشتركين لـ 1114 في تفاعل حقيقة غير طبيعي الناس زي ما شايفين بيردوا على بعض استشارات مجانية 100% أي حد عنده سؤال سواء كانت قبل أو ما تقبلش بيحط سؤاله والحمد لله الناس هنا متعاونين بدرجة غير طبيعية وخلوني أنا أبدأ بترحي سؤال في البداية عليكم وانتوا تجاوبوه بمصداقية ومنطقة صراحة هل تعتقدوا فعلاً أن موضوع ميرش مجدي؟ هل الموضوع يستحق كل هذا العناء؟ وأحياناً ضغط عصب ونفسي زي ما حقيقة بشوف وبتبعتولي وبيكون عليكم ضغوط نفسية والرسالة وعايزين نتقبل وحتى هناك ضغوط على الناس اللي اتقابلت واللي بعد كده بيحصل لها مشاكل مع الحساب بتاعها بعضهم بيتقفل بعضهم بيجي لهم انظرات خلينا نجاوب على السؤال بصراحة هل فعلاً الموضوع مجدي؟ الإجابة على السؤال ده طبعاً كلنا عارفنا أن الموضوع فعلاً مجدي جداً أن احنا نتعب ونجتهد فيه كل الاجتهاد ده وخلوني أوريكم بشكل عملي هو ليه الموضوع مجدي؟ خلوني أثبت لكم بالحجة والبرهان أن الموضوع والله مجدي جداً ويستحكم أنه كل هذا العناق ده اللي انتوا شايفينه عدد المشتركين معايا في الكورس بتعملش باي أمازون اللي أنا سبت لكم الرابط بتاعه وهسيب لكم برضو في الفيديو ده في الديسكريبشن هسيب لكم الرابط بتاعه عشان تشتركوا وده دية من ليكم ما تدفعوش أي حاجة من خلال الرابط بتاعي زي ما انتوا شايفين 70 دولة ب16 لغة ودي الإحصائيات فلو جينا وقفنا مثلاً على أكبر دائرة هنا دي مصر وعدد المشتركين والمهتمين بالكورس وبالموضوع ميرش باي أمازون 738 يعني المغرب المغرب 584 الجزاير 251 يعني زي ما انتوا شايفين في كل ألحاء العالم حتى استراليا فيها طالب واحد بيدرس معنا موضوع ميرش هنا مثلاً في روسيا 7 هنا في أمريكا 75 المكسيك 5 يعني لو رحتوا أي مكان تقفوا بالموض في أي مكان هتلاقوا عدد لا بأسة به من الناس من فرنسا عندنا 20 طالب عندي هنا من الهند 49 تخيلوا احنا عندنا متابعين باللغة العربية لموضوع ميرش 49 طالب من الهند هنا مثلاً عندنا مكستان 17 جنوب أفريقيا 2 من أفريقيا بقى عندنا من أغاندا 1 عندنا من الصومال 1 وانا حبيبنا في اليمن 7 عندنا من عمان 4 عندنا من الإمارات 19 عندنا من تركيا 33 عندنا من إطالة 3 يعني حياة أعداد أعداد كتير ده معناه أن الموضوع مجدي أن الموضوع منتشر جداً أن الموضوع طبعاً دلوقتي ما بقاش زي الأول حالياً المنافسة بقت شديدة جداً وده أكبر دليل وبرضو بقول اللي بيسمعوني دلوقتي ومشتركوش في الكورس على udemy.com أنا هسيب الرابط تحت اشتركوا وخدوا كل الدروس بنحط كل الدروس بتاعتنا سواء كانت اللي على اليوتيوب أو المصادر بتاعتنا أو فيديوهات إضافية خاصة فقط بالكورس هتلاقوها كلها هنا يبقى ما ننساش الكورس نشترك فيه وأكاديمية ميرش المجانية نشترك فيها وكل حاجة طبعاً بدون أي مقابل احنا بنعمل ده لأننا مؤمنين أن احنا كلنا لازم تكون إدينا في قيد بعض بعد كده تعالوا للأسئلة السؤال الأول بيقول وصلتني رسالة من بنك بيونير بعد تقديم طلب ميرش بأيام هل معنى هذا أني تقابلت؟ الإجابة أبشر إن شاء الله تتقابل بإذن الله لكن ده لا يعني أنك تقابلت أنت إن شاء الله تتقابل في خلال تقريباً من يوم ل 14 يوم يجيلك الرد الحقيقي وده لازم يكون من خلال رسالة رسمية من ميرش باي أمازون على الإيميل بتاعك على البريد الإلكتروني اللي أنت سجلت به لكن الرسالة دي معناها أن أمازون بيتحققه هل أنت فعلاً صادق ولا لا؟ هل ده حسابك ولا لا؟ فده مجرد يعني إجراء روتيني من شركة أمازون بتعمله عشان تتحقق من الحساب بتاعك السؤال الثاني بيقول متى يصلوني الرد من ميرش؟ الإجابة من يوم ل 14 ممكن يزيد شوية ممكن يقل ممكن يجيلك بعد يومين على فكرة في أقل تقدير بيكون 48 ساعة وممكن يقضي أسبوع أو 10 تيام أو أكتر أحياناً بيغيب شوية وما فيهاش مشكلة لكن أهم شيء هم لازم يردوا عليك ده يعني لا مفر ولا محالة وده برضو هيؤدي للسؤال آخر بيجيلي كتير وهو بيقول طب أنا دلوقتي اتقبلت ورفعت تصاميم والتصاميم بتاعتي under review لوقت طويل اللي هي بتكون تحت المراجعة يعني لوقت طويل ممكن يوم ممكن اثنين ممكن تلاتة ممكن أصلاً تقدم وده حصل كتير حقيقة يعني أنت بتقدم مثلاً اثنين أو تلاتة من الـ designs بتاعتك في نفس التوقيت ممكن يقبله حاجة على طول والتانية بتتأخر شوية فما فيهاش اي مشكلة ولازم يردوا عليك وما فيهاش اي مشكلة فهم شيء الصبر وطبعاً نكون متابعين كل حاجة بشكل سليم ومراجعين حاجتنا كويس وما فيهاش اي مشكلة من ناحية العلامات التجارية والحقوق طبعاً السؤال التالت خلاص جاوبناه في البداية للموضوع فعلاً مغدي وشفنا بالدليل القاطع عدد الناس ازاي منتشر في جميع الحياة العالم مهتمين بمرش السؤال الرابع بيقول طبعاً انتم عارفين الاجابة وعارفين رأيي في الموضوع ده وحتى انا دايماً بقول يا جماعة لو سمحتم الناس اللي بيدخلوا على الاكاديمية ويكتبوا عندي حساب للبيع عندي حسابات جاهزة للبيع كل الشغل ده كلام خاطئ تماماً وبينتهك الـ guidelines او الخطوط الهرشادية بتاعت مرش الناس بشكل قاطع وواضح بيقولوا ماينفعش تشتري ولو اشتريت اجلاً ام عاجلاً هيتعرف وهيتقفل الحساب فانا نصيحتي لا وبصراحة انتم لو عارفين الاجابة من البيديو ولانتم مقتنعين من جواكم ان الموضوع سليم مش هتسألوني السؤال ده فالله يكرمكم ابعدوا عن موضوع شراء الحسابات وانا والله العظيم كنت اتمنى اساعد الشباب اللي بيبعتولي ليلة نهار عايزين نبيع وعايزين اكتبقى وسيط لينا ويباليك نسبة طبعاً كم ده انتم متعرفوش يمكن او مرة بقوله ان دايماً بتجيلي اميلات ورسائل سواء كان على الماسنجر او على الاكاديمية بتاعتنا او حتى على يوديمي دايماً بتجيلي اسئلة احنا لو سمحت تساعدنا انت بس زكينا وهيكون لك نسبة لدرجة ان فيه شخص ما مش هقول طبعاً اسمه بيلحقني كتير جداً حقيقة سواء كان على الماسنجر او على الاكاديمية بتاعتنا على الفيسبوك ان هو عايزني اتوسط وازكي ليكم وان انتم تشتروا من خلاله وان دي هتبقى يعني حاجة جميلة وهيديني نسبة ومش عارف ايه طبعاً ده كلام فاضي وما ينفعش الكلام ده واحد اخر قال لي ان هو برضو هيعمل البزنس ده وان انا من خلال الجروب بتاعنا ان انا ازكي وخليي بيعلكم وبعد ما سألته بعض الاسئلة لقيته بيسألني سؤال غريب جدا بيقول لي وحضرتك منين فقلت له يعني انت لانت متابعني على اليوتيوب ولا تعرف الفيديوات بتاعتي ولا تعرف الاكاديمية طب انت ازاي معانا قال لي ده بالنسبة لي مجرد بيسنس ده شغل انا لانا مهتم ان انا اعرف ايه هو ميرش ولا ايه الحكاية فوالله ازا ما بحكي لكم بالزبط كده فالغريب انه هو ما يعرفنيش حتى ولا يعرف اي حاجة عن الفيديوات بتاعتي ولا يعرف الاكاديمية فسألته طب انت بتعمل كده ليه قال لي ده بيسنس بالنسبة لي شغل احنا في مصر نقول كلمة كده سبوبة فمجرد شغل فانا اللي اعرف حد والحد ده بيديني لما حد بيحبي يشتري مني حاجة بيديني الفلوس وانا ابعت له وهو يديني انا شاكك في الموضوع الموضوع فيه شيء مريب وفي نفس الوقت تخليكوا كده طيب معايا نفكر شوية منين ان دايما الشباب يعيني طالع عنهم ومتبهدلين ويفضلوا يبعتولي وانا يعني ارد عليهم على قدر استطاعتي وان رجع لهم الرسالة واردوهم يعدلوا فيها شيء يرجعوا يعدلوه بعد كده ترجمها لهم بعد كده يقدموا فيما انهم بيتقابل فيما بيتقابلش والناس دي بتجيب حسابات كده من الهواء انا مش عارف ازاي انا شاكك الله اعلم ايه الموضوع بالزبط في موضوع شراء الحسابات ولو حد منهم هيسمع الفيديو ده طبعا هيديني ديسلايك زي ما بيعملوا في الفيديوهات السابقة فالحمد لله انتم الناس المحترمة المتابعين لي الحمد لله فيديوهاتنا انتم عارفين ان فيها شفافية ومصداقية فتلاقي حد من النص كده يطلع يعني يخلفك الرأي ويقولك لا ده مش مظبوط وانا مع الشراء ويدافع عنه السؤال الخامس هل هناك فعلا مواقع منافسة لميرش باي امازون الاجابة اه طبعا فيه مواقع اخرى منافسة بس طبعا مش بالدرجة ولا بالقوة بتاعة ميرش باي امازون المواقع دائما انا بتكلم عنها وعندي فيديوهات موجودة عندكم في القناة هسيبلكو الروابط بتاعة الفيديوهات الاخرى سواء كان بتكلم عن اتسي وازاي عربطه ببرينتفل وازاي اشتغل عليه وازاي ان فيه ناس كتيرة جدا حققت ارباع غير طبيعية وانا بينتلكو ده بالاحصائيات وبالاسماء وكل حاجة موجودة بالتفصيل في الفيديو ايضا في زازل في ريد بابل في تي سبرينج وانا بينتلكو في فيديوهات سابقة من خلال الاداء اللي اسمها كي وادز افري وير ازاي الناس دي فعلا بتحقق ارباح عدد الناس اللي بيعملوا سيرش على جوجل على المواقع دي عدد بالملايين فيه منافسة لكن مش زي ميرش باي امازون بس موجودة المنافسة وفيه ناس عاملة شغل رائع من خلال الويب سايت دي السؤال الاخير هل نبدأ في امازون اف بي اي اللي هو فولفلمنت باي امازون او في مشروع امازون كيندل ونترك ميرش باي امازون اللي جايبة طبعا دي موضوعات مشاريع مختلفة تماما كل مشروع مختلف عن الاخر ميرش باي امازون مثلا ما بيكلفكش اي حاجة لمجرد ان انت بتقدم ان شاء الله بتتقابل وبتبدأ تعمل التصاميم بتاعتك انما اف بي اي اللي هو فولفلمنت باي امازون ضم وضوع كبير جدا ومحتاج راس مال فلو انت عندك راس المال ده وعندك استعداد ان انت تبدأ تشتغل وتجازف وتجار بعد ما طبعا تدرس وكده ابدأ فيه لانه فعلا مربح جدا بس عايز دراسة يعني عميقة جدا انا شخصيا لا اخفيكم سرا انا حتى ذي اللحظة انا بدرس اف بي اي وما بدأتوش بس انا بدرسه وان شاء الله لما هبدأ ادخل فيه واشتغل فيه واخقى نتائج هبدأ على طول اكلمكم فيه بكل مصداقية مثلا عندكم المشروع التالي هو كيندل موضوع كيندل ده مربح جدا بس برضو محتاج راس مال يعني كتاب واحد لو انت ما بتعرفش تكتب هتحتاج ان انت تعمل هيرينج لجوست رايتر او حد يعني يساعدك في الكتابة من خلال الشركة او من خلال حد على مثلا اوبورك او كده الموضوع مكلف موضوع الكتابة موضوع الديزاين موضوع الفورماتينج يعني فيه حاجات كتيرة بتتعمل فبرضو محتاج فلوس مش اد اف بي اي ولكن بفلوس انا شخصيا بقالي فترة مع كيندل ويمكن انا عمري ما بتكلم عنه بالتفصيل معاكم لاني لسه مش مقتنع ان انا مفوت اتكلم عنه دلوقت بالرغم من ان الحمد لله يعني بقالي فترة ولي كتب كتب انا اللي كتبها بنفسي وبعض الكتب فيه ناس مساعديني فيها اللي عليها اسمي واسم حد ده حد مساعدني فيه فيه كتب عليها اسمي فقط فعلى حسب لكن الموضوع محتاج مهارة ومحتاج يعني قدرة على الكتابة يعني موضوع كبير وبرضو محتاج دراسة انا شخصيا اخدت فيه كورسز اونلاين علشان ابدأ افهم في الموضوع لما بدأت من فترة فيه كان محتاج ان انا لازم ابص على الموضوع كويس اشوف فيديوهات اشوف كورسات اشتري اكتر من حاجة انا فيه الاكستنشنز بتاعة الكروم انا فيه تلات اكستنشنز شاريهم لكيندل التلاتة داخلين في 200 دولار مثلا يعني على سبيل المثال خلوني خلوني مثلا اديكم مثال بدون يعني معلش ان انا اوضح اسماء الكتب الاخرى ده عدد مثلا الكتب اللي اهو زي ما شايفين السيلز 92 يونسفور فروم 20 ديسمبر اللي 19 يناير المهد زي ما شايفين 20 يناير ف92 ودي الاشكال كل ده انا اشرح لكم ان شاء الله لما احس ان اين الاوان ان انا اكلمكم عن مشروع كيندل او مشروع اف بي اي فالصبر اهم شيء الصبر الصبر ده مفتاح الفرج المثابرة ان احنا دايما نتابع مع بعض بس اهم شيء اللي اكرمكم ابدأوا في حاجة ابدأوا في موضوع مرش افضلوا وراه ما نفعش اقدم فيه تاني وتالت مع طبعا اخذ الاعتبارات اللي احنا اتكلمنا عنها فيه كيفية اعادة التقديم في نفس التوقيت انا نصحت لكم ابدأوا في اتسي اربطوه ببرينتفول اشتغلوا عليه على زازل على ريت بابل وعلى تي سبرينج التلاتة او الاربعة دول اشتغلوا عليهم في نفس التوقيت لو انتوا حاسين فعلا ان انتوا عندكم القدرة في موضوع التصميم والحاجات دي انا كده خلصت لكن في نصيحة احب انهي بيها الفيديو ده الله يكرمكم ابدأوا بانشاء ووب سايت خاص بكم دي خطوه لاغن عن اي انسان حابب يشتغل في المجالات بتاعت الانلاين ما ينفعش ما يكونش عنده ووب سايت لازم يكون عنده ووب سايت يعني مثلا انا ده واحد من الوب سايت بتاعتي اللي انتوا شايفينه ده ده واحد من الوب سايت لازم يكون عندكو حاجه كده هتحطوا عليها ما يسمى landing page او magnet page او squeeze page يعني حاجات دي للافليت ماركتنج مهمة لازم يكون عندك الدومين بتاعك تضعوا على ما يسمى wordpress theme القالب يعني ولو انت ما تعرفش اي حد يعملك الحاجات دي انا انصحكم بشركة bluehost هي دي اللي ممكن من خلالها يعني تعملكو كل حاجة مجرد ان انت بتدفع مبلغ في الشهر تقريبا تلاتة او اربعة دولار حاجة كده بيعملو لك كل حاجة ادو مين بيتحط افين بيتحط عندهم خدمة العمر 24 ساعة سبع ايان في الأسبوع فحاجة رائعة دي نصيحتي استثمروا ما ينفعش ابدا ان انا ابقى عايز فلوس من غير مدفع فلوس انا دائما ومرارا وتكرارا بقول استثمروا في انفسكم ما تبخلوش اشتروا كورسات تابعوا انا اقولت لكم اشتريت تلاتة اكستنشنز بتقريبا ميتين دولار كورسات شاري كورسات والله بفلوس كتير يعني من غير مقول فلو سمحتم فكروا في الموضوع ده نغير المايندسات بتاعتنا ان احنا ما ينفعش ادفع فلوس في حاجة اونلاين مش هينفع تتقدم ولا تتحسن ولا تطور من نفسك ومن تفكيرك ومن ادائك ومن خبرتك في مجال ما الا من خلال ان انت تستثمر في نفسك هذا هو شكرا لكم ولا تنسوا ان الناس بالناس هم من يوعن يوعن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته